أخي الخليجي، أختي الخليجية، مهما كانت خلفيتك ومهما كان عمرك، إن كنت قد آمنت بالمسيح أو لازلت تبحث عن الحق، أنت لست وحدك. مشاهدين الكرام، سلام ونعمة، نحييكم ونقدم لكم حلقة يديدة من برنامج أؤمن ولكن، الزواج في حد ذاته يمثل تحدي كبير ويزداد هذا التحدي بعد غبول الشخص المؤمن من الخلفية الإسلامية، أخونا مرسل هذه الرسالة التالية يشاركنا بالتحديات اللي يتواجهها في هذا الأمر، خلونا نشوف المشكلة مع بعض. مشاهدين الكرام، وصلتنا الرسالة التالية من أحد أصدقاء البرنامج يقول فيها أن الشاب من الخليج تعرفت على الرب يسوع منذ ثلاث سنوات واثقت قرارا بأني أتبعه، ومن ذلك الحين يغمرني فرح وحرية لم أختبرهما في جميع سنين حياتي الخمسة والثلاثين السابقة، لكن بالطبع علي أن أبقي إيماني سرا لأني أعيش في منطقة الخليج. كما تعلمون العائلة مهمة وضرورية جدا في مجتمعنا، ولذلك تبذل عائلتي قصار جهدها لتدبير عروس لي. ولكي أكون أمينا معكم، أنا أيضا أريد أن أتزاوج، لم أجد أعذارا أقدمها لعائلتي عن سبب رفضي لكل عروس رشحوها لي، وتعبت من نظرات ربعي والتساؤلاتهم. قررت أن أختار عروس وتزاوج دون أن أخبرها بحقيقة إيماني المسيحي، لكن أثناء مشاهدتي لأحد البرامج سمعتهم يقولون أن الزواج المؤمن من غير مؤمنة يعتبر خطيئة تجاه الله أولا، واتجاه المرأة التي يتزوجها. لماذا يعتبر هذا الأمر خطيئة؟ من أتزاوج؟ وكيف أجد عروس مؤمنة بالرب يسوع مثلي؟ هل يوجد أصلا من لها خلفية وتبقي الأمر سرا؟ ماذا لو رغبت في الزواج من فتاة مسيحية من الأصل؟ هل ستقبلني؟ وهل سيقبلني أهلها؟ لدي العديد من التساؤلات التي لا أعرف لها أجوبة. أخوي أشكر الله من أجل الفرح الذي منق قلبك من ثلاث سنوات. فهذا الفرح بسبب روح الله الساكن فيك. وهو أيضا مصدر القوة اليومية التي ترفعك في كل مشكلة تحصل بحياتك مع ما كانت قوتها. قال نحمي للشعب الحزين الذي كان يقارن بين أمجاد الماضي وفغر الحاضر. لا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. تساؤلاتك حقيقية وأتنحصر فيك بروحك. لذلك يوم وصلت رسالتك قضينا وقت في الصلاة مع المشيرين والرجال الدين المتخصصين. وقعدنا الله أن نشاركك في بعض الحقائق. لكن دعنا نصلي أولا. نشكرك أبا السماوي نباركك نمجدك عن صالح. يا رب نصلي من أجل أخونا صاحب هذه المشكلة. يا رب أنت تدري بالظروف التي يمرون فيها خصوصا العابرين من ناحية الزواج ومن ناحية الأمور العائلية يا رب. نضع هذا الأمر بين أديك لتكمشي تكرار تكفيحات هذا أخونا. وأنت اللي تدبر الأمر له. باسم المسيح نصلي لك كل كرام ومجد. آمين. نقرأ في رسالة الثانية لأهل كورنثس. الأصحاح السادس والأعداد من 14 إلى 16. لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. لأنه أي خلطة للبر والإثم. وأي شركة للنور مع الظلمة. وأي اتفاق للمسيح مع بالإعام. وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن. وأي موافقة لهيكل الله مع الأوثان. الزواج هو عهد أبدي بين الريال وزوجته. يتم أمام الله. وأخيرا يكونان اثنين هم جسد واحد. وهذه الوحدة تجعل من الاثنين شخص واحد. دون أن يلقي الواحد شخصية الآخر. وهذا لا يحدث بسبب تواجدهم في بيت واحد. ولكن بسبب تواجد المسيح في قلوبهم. الله قدوس. ومنذ انقبلته في حياتك أصبحت هيكل مقدس. فشلون يدنس هذا الهيكل بالزواج من زوجة غير مؤمنة؟ قبل قرار الزواج شجعك أن تكون منفتح على روح الله. عشان تعرف ما إذا كانت إرادة الله أن تتزوج أو لا. فقد كان بولوس الرسول غير متزوج. وهو يعرف أن هذا هو قصد الله لحياته. لذلك خدم الله بكل قوة. وقال في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثس. الأصحاح السابع والأعداد 32 و33. فأريد أن تكونوا بلاهم غير متزوج يهتم فيما للرب. كيف يرضي الرب؟ وأما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته. امتحن هذا الأمر واطلب من الله أن يعلن قصد لحياتك. الزواج من مؤمنة من أصل مسيحي له تحديات كبيرة. لأن خلفيتهم تختلف تمام عن خلفيتنا. وخوف الأهل على بناتهم وغلقهم من انتقادات المجتمع يزيد من احتمالات الصدام. هل توجد ارتباطات الزواج ناجحة بين مؤمنين من خلفيات مختلفة؟ نعم لكن غليل جدا حتى الآن. يوجد أخوات مؤمنات من نفس خلفيتنا. عليك أن تبحث أو تطلب من شخص تذغ فيه أن يساعدك في البحث. لأنهم ربما لم يعلنوا عن إيمانهم بسبب المجتمع المحيط فيهم. ابحث عن مشير مؤمن وناضج وأهل للثقة. كن صريحا ومخليه ساعدك على تطوير من نفسك عشان ما يكون في أي عاق في ارتباطك. إذا ما توفر هذه الوسيلة يمكنك التواصل عن طريق الانترنت مع مواقع مسيحية. شاركك الصلاة حيتصلي معك ومن أجلك. أشبع بالرب ومحبته فلا تبحث عن الحب في شركة حياة عن جوع. لأن النفس الشبعانة تدوس على العسل والنفس الجائعة كل مر عندها حلو. لا تغلق من موضوع العمر فالله لن يضبط ساعته على ساعتنا. بل علينا أحنا لنضبط ساعتنا على ساعته. لأنه يعرف الماضي والحاضر والمستقبل ويبي الأفضل لنا. نفسي في صدري مكتئبة وحزينة جدا حتى الموت. غطاني حزني وكأني يونان في أحشاء الحوت. وأردت أن أصرخ لكن لم يسعفني حتى الصوت. وأنا إذ أرزح في تعبي ناداني يأسف منه دنوت. يا ربي اسند إيماني بهمي الجسيماني. لقد شربت بما يكفي فلتعبر عني هذا الكاس. خارت قوايا خبى صوتي وتبلد في جوف الإحساس. تكذب في وجه بسماتي تظاهر زورا بين الناس. كأنين ينطلق صلاتي وتردد آمين الأنفاس. يا ربي اسند إيماني في همي الجسيماني. يا ربي ألا ترحم ضعفي أفلا تترأفن بكائي. دمعي كالبكاء مل فمنحني الفرحة في التالي. افتح ما استغلق من أمري. جدد في قلبي آمالي. أعطيني وعدا أني لن أتجرب فوق احتمالي. يا ربي اسند إيماني في همي الجسيماني. ضع ثغتك فيه وانتظره. إن تواند فانتظرها لأنها تأتي أتيان ولا تتأخر. سنستمر في الصلاة على شانك وعلى شان كل المشاهدين الكرام. والرب معاكم. نرحب بجميع مشاركاتكم واختراحاتكم وتعليقاتكم على رسائل التواصل الظاهرة على الشاشة. الرب معاكم. ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة